من متظاهر يحس صال لأربعة تشفر موجود فقط شهداء هذا العدد عند جرحة عند وقت حر ذرد هذا التعب كله وقال لك أنا مراهن على دم الشهيد ما أرجع ولا راح أرجع برأيك هذا التطور بالحراكة الجماهيري هل نحن على اعتاب تصعيد جديد من المتظاهرين برأيك يعني أستاذ أو احتمال راح نوصل لحد السلاح يعني بالفعل يعني أنت سئل السؤال الجوهري هل تفاجأت الطبق السياسي أو هل تفاجأتم بهؤلاء الشباب أنا أسميهم نخبة يعني هم نبتة البلاد ابتداء الشباب تحدوا جيل هذا الجيل جيل من المخضرمين الإسلاميين الإسلام السياسي وبتلي به الوطن وبتلي به البلاد يعني الإسلام السياسي من زمن الأخوان المسلمين يعني إلى زمن أحزاب الإسلام السياسي اللي نحن في صدده لا نريد أنه عدد لأنها مع المعروف لا يعرف يعني كانت هناك نكبة يعني كان هناك انتقام على الشعب العراقي من تلك الأحزاب التي تحكمت لأكثر من عقد ونيف من الزمان على العراق وأخذت كل الوزارات والسودة واستولت على كل العطايا والمفاصل واستأثرت بالسلطة لنفسها وعملت بأسلوب المحسوبية والمنسوبية وهمشت الشباب وهمشت الطبقات وولدت عوائل جديدة ولدت عوائل في العراق الآن هناك عوائل للزعماء الروحيين لهذه الكتل طيب الأحزاب الإسلامية والكتل الإسلامية ولدت قيادات هذه القيادات أيضا ولدت عوائل هذه العوائل باتت يعني أحد الأحزاب الإسلامية زعيم هو موجود ويشار له بالبناء هل تعلم أن زوجته هي تتدخل حتى في انتقاء طقم القنفات بلونه لهذا الحزب ولهذه الوزارة امرأة تتدخل بمفاصل وزارة وهي التي تتحكم بالوزارة ابن يتدخل بوزارة ابن أخ يتحكم بمدرع عامين